معنا وستاذة هاجر السلام عليكم يا اهلا بيك يا وستاذة هاجر اتفضلي الله يخاليك اتفضلي يا خاني كنت عايزة اسأل فضيلة الشيخ وليد سؤالينج تحت امرك تحت امرك اتفضلي اه زيك فضيلة الشيخ يا اهل المساهل يا مستاذة احنا انا طبعا انا في الثانوي اه وبناخد دروس وكده يعني فكنا بنتكلم في حتة اللي هو ايه واشنا في الامتحان احنا طبعا انا في الثالثة الثانوي ربنا يا رب يوفاك ان شاء الله يا رب اه فا يعني المدرسين بيتكلموا على حتة ان هو ايه لو خلصنا مثلا الامتحان وفيه كم نقطة مثلا ايه مش متأكدين منها تمام وعايزين مثلا يعني احنا يعني لو هنتأكد منها مثلا منحدث مننا او حاجة يعني ممكن نعمل كده ونتأكد منهم او نشوف احنا هل ايجابتنا زي بعض ولا لا تمام نرجع مع بعض طيب لا بس يعني في كذا نقطة بس اللي احنا مش متأكدين منها تمام ده السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثاني كنت قبل الفجر كنت بصلي رقعتين يعني قبل الفجر كانت يعني ما كانش يعني كان كل بقى نايم وكده فانا وانا بصلي يعني كنت خايفة وكده فحسن ان في حد وراي او حد جاي وراي فالتفدت مرتين وانا بصلي فده يعني اكمل ولا يعني ولا كده انا خرجت برا الصلاة حاضر يا هاجر حاضر شكرا جزيلا وربنا يعينك ويقويك يا رب سؤال مهم جدا وانا واحد من الناس لو خلصت الورقة وحاجة مش متأكد واللي جنبي في الامتحان يعني متاح اللي انا اتأكد او يقول لي كلمة صراحة بتكلم وبقول له يعني ليه احيانا انا بقول يعني الحاجة دي هتحفظها على نجاحي لكن هي مش هتخليني زويل ولا حاجة يعني فالموضوع بالنسبة لي على المستوى الشخصي انا كنت بوررها النفس بشكل ده يعني ما فيهاش حرمانية يعني دي مش هتأثر في حاجة يعني فضل امه لنا الدكتورنا احنا بنغلفها ونعملها بأسلوب دمردي وحيل وكلام منه لكن الغش هو الغش طب دلوقتي فيه واحد مذاكر 100% ايوا ومتأكد من معلومته 100% تمام وعايز تفوق ويجيب طبه ويبقى 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 هتخلي المجهود ما بينه ما بين التاني متساوي اكيد لا الموضوعك دي بقى بزراميت بقت اي حاجة في اي حاجة ايوا لان ده مجهود ده تعب انا معك ده عرق سنة بحالها وبيروح دروس هنا ويروح دروس هنا ويروح دروس هنا فهم فعش تمام هذا غش في الاول وفي الاخر غش ده ربنا سبحانه وتعالى ممكن بعد كده لو انت تجندت هذا الامر ايوا يبارك لك في كلين انت فيها جميل تفوقي وتبقى معيدة وتبقى دكتورة وتبقى 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 بس ده بمجهودك بش بمجهود شخص اخر تمام الغش قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من من جش نغلفه ونزوقه انا معك ونططله مش هارف لا هو هو الغش غش انا معك مولان